اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه ليس ما يدخل الفم ينجسه ولكن ما يخرج منه من القلب اللي تخرج الافكار الشغيرة فاي رأي حضرتك يريد توضح النقطة دي طيب شكرا كتير أختي ربني باركك يعني بكل بساطة الجواب السريع أختي نهال انه المسيح لاحظة لما تكلم عن جئت لالي أنقد بلء لأكمل هو جاء حتى يعطي بعد جديد أو عمق جديد أو فهم روحي عميق جديد من خلال الشريعة بالنسبة للعهد القديم أنا مثل ما ذكرت أنه وصلت الإنسان فعلا أنه الإنسان صعب يطبق كل شيء وصعب يحافظ على كل شيء فيحتاج إلى مخلص يحتاج إلى شخص إلى نائب إلى بديل وهذا ما نحن نؤمن به في العهد الجديد لكن برضو الجدير بالذكر أخت نهال أنه هاي المشكلة حتى كانت في الكنيسة الأولى إذا بتتذكري لدرجة أنه كان في مجمع كبير اللي بسموه مجمع أورشاليم حتى يتداولوا في بعض هذه الإشكالات فمثلا يعني مثلا يعني كان في جماعة بسموهم دعاة التهويد المهودون كان بقولوا للأمم إذا تصير مسيحي لازم تصير يهودي أولا يعني لازم تحافظ وتمارس الشريعة ولازم تختتن فالرسول بولوس حارب هذا الشيء في بداية الكنيسة ومنها خرج القرار مجمع أورشاليم أن الأمم ليس بحاجة أن يكونوا تحت هذه طبعا الشرائع لكن لاحظة أنه في العهد الجديد مش بيتكلم لليهود مثلا اليهود حتى يومنا حتى المؤمنين بالمسيح ما زالوا يختتنوا وما زالوا بيمارسوا بعض الأعياد مع أن الأعياد هي تمت في يسوع المسيح والذبائح طبعا بطلوا يذبحوا اليوم لأن هذه الذبائح تمت في الذبيح الأعظم اللي هو يسوع المسيح فالمسيح مش معناه تحرم الإنسان يغسي الإيدي ولا يوكل أكل معينة في ضمير في حرية كل الأشياء تحلوا لي ولكن ليس كل الأشياء توافق والرسول بولوس في رسالته لكورنتوس وفي رسالته لكنيسة روميا بعالج بعض الإشكالات اللي بتتعلق بالذبائح واللي بتتعلق في العبادة واللي بتتعلق في قوانين معينة وبعدين بولوس يعني اللي هو الرسول اللي علم عن الحرية في المسيح قال إن كان لحم يُعثر أخي فلن أكل لحم إلى الأبد لكن غير اليهود الأمم فيش داع يختتن ما فيش داع يحافظ على كل هذه الأمور وفي ناس اليوم بتحافظ لكن لا بتزيد ولا بتنقص علاقتنا صارت في يسوع المسيح مباشرة علاقتنا صارت علاقة داخلية مع إله حي وهذا الشيء طبعا اللي بميزنا كمسيحيين ربنا يباركك يا أخت نهال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر